بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد استكمالا لما بدأناه في شرح القانون التجاري ننتقل إلى الوحدة الثانية وهي بعنوان نظرية الأعمال التجارية والتاجر فحينما نتحدث عن نظرية الأعمال التجارية والتاجر فلا بد لنا بداية أن نتحدث عن أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني فأول الأهميات التي يمكن أن تترتب على التفرقة ما بين العمل التجاري والعمل المدني أن احتراف القيام بالعمليات التجارية يقسب الشخص صفة التاجر وترتب على اكتساب الشخص صفة التاجر أنه يلتزم بالتزامات التجار وهي كما عددها المنظم السعودي أربع التزامات نضيف عليها الالتزام بشهر النظام المالي للزواج فالتزامات التاجر هي واحد شهر النظام المالي للزواج اثنين مراعاة الدين وآداب المهنة ثلاثة مسك الدفاتر التجارية أربع القيد في السجل التجاري خامسا القيد في الغرفة التجارية الأهمية الثانية التي تترتب على التفرقة ما بين العمل التجاري والعمل المدني حرية الإثبات في المعاملات التجارية فعلى العكس من العمليات المدنية إذا بلغت دين حدا معينا في العمليات المدنية فلا يجوز إثبات ذلك إلا بالكتابة فلا يجوز أن يتقدم الشخص ويدعي أنه يدين شخص آخر مدني بدين مدني إلا إذا كان موصقا ذلك في الكتابة وهذه القاعدة تم استقائها من قواعد الشريعة الإسلامية في سورة البقرة في أطول آية في القرآن وهي آية مدينة قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَذَا يَنْتُمْ بِذَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّ فَاكْتُبُوهُ فاكتبوه هنا فعل أمر والأمر في حقيقته يفيد الوجوب وهذا يعني أنه لا يجوز إثبات الديون المدنية إلا بالكتابة أما في المعاملات التجارية فيجوز إثبات الدين مهما بلغت قيمته بأي وسيلة من وسائل الإثبات ولا يشترط الكتابة فيجوز إثبات الدين بالشهادة الشهود كما يجوز إثباته بالقراءن كما يجوز إثباته بالبيانات التي يتم تدوينها في الضفاتر التجارية للتاجر كما يجوز إثبات الدين بتوجيه اليمين الحاسمة أو بتوجيه اليمين المردودة إلى غير ذلك من القواعد التي ينص عليها نظام الإثبات كذلك هذه القاعدة وهي حرية الإثبات في المعاملات التجارية مأخوذة أيضا من الشريعة الإسلامية وذلك في عجز آية المدينة إلى أن وصلنا إلى قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها فعدم الالتزاء الإلزامية بكتابة الدين إذا كان دينا تجاريا هذه القاعدة أيضا مستقام من الشريعة الإسلامية الأهمية الثالثة للتفرق ما بين العمل التجاري والعمل المدني وهو ما يسمى بنظام الإفلاس وما معنى الإفلاس؟ الإفلاس هي تصفية أموال التاجر وقسمتها بين الدائنين قسمة غرماء والإفلاس هذا نوع من الشدة تعامل به المنظم مع التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية وإذا أردنا أن نفصل القول في موضوع الإفلاس فلنا أن نتحدث عن شروط الإفلاس لكي يمكن شهر إفلاس أي شخص تاجر أو أي تاجر لابد من توافر ثلاثة شروط الشرط الأول وهو أن يكون المدين تاجر الشرط الثاني أن يكون الدين تجاريا الشرط الثالث أن يتوقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية الحالة أي أن يكون الدين حالا واجب الوفاء اليوم وليس دينا مستقبلين فإذا توافر هذه الثلاثة شروط يجوز أي من دائني هذا التاجر أن يذهب إلى المحكمة ويطلب شهر إفلاس مدينه التاجر لتوقفه عن دفع ديونه التجارية الحالة فإذا حكم بشهر إفلاس التاجر ترتب على ذلك آثار تتعلق بأموال التاجر وآثار تتعلق بشخص التاجر من الآثار التي تتعلق بأموال التاجر هي غل يد التاجر عن إدارة أمواله وإنما تقوم المحكمة بتعيين مأمور التفليسة أو ما يسمى بالسنديك وهذا يدير أموال التاجر لحين تصفيتها وتقسيمها بين المدينين قسمة غرماء كذلك يعين للتاجر مصروف يومي يأخذه ويأكل به هو أهل بيته ويسلم كل ما لديه من متاجر أو مصانع أو أراضي أو سيارات أو أموال سائلة أو عقارية فكل هذه الأموال تغل يده عنها وهذا أمر شديد كذلك الإفلاس يعتبر بمثابة الموت تجاريا بالنسبة للتاجر فلا يجوز له أن يعاود ممارسة التجارة إلا بعد فوات مدة معينة وأن يرد إليه اعتباره بعد أن يكون سدد الديون التي عليها أو تصالح مع دائني والإفلاس هذا له ثلاثة صور إفلاس عادي وهو يمكن أن يتعرض له أي تاجر نظرا لتقلب أسعار السلع في السوق فيمكن أن يشتري التاجر السلع بسمن باهز أو بسمن غالي ثم تنزل سعر السلع فيؤدي ذلك إلى عدم قدرة التاجر لسدد ديون التجارية فهذا أمر عادي يمكن أن يتعرض له أي تاجر ولكن هناك ما يسمى بالتفالس وهو النوعان إفلاس بالتقصير وإفلاس بالتدليس الإفلاس بالتقصير وهو أن يقوم التاجر بإنفاق أمواله في غير محلها فلو أن التاجر يكسب يوميا ألف ريال لكنه ينفق على نفسه وأهل بيته على ملزاته على متعه الشخصية عشرة آلاف ريال فمن أين ينفق مثل هذا التاجر هذه الأموال ينفقها من حقوق الدائنين التي هي تحت يده لذلك مثل هذا التاجر يعتبر قد قصر في حق دائني وهذا يعرض نفسه لعقوبة جنائية نسميها في مصر أو كما يطلق عليها في مصر عقوبة الجنحة أيضا هناك نوع آخر من الإفلاس أو التفالس وهو ما يسمى الإفلاس بالتدليس وواضح من لفظ التدليس أن التاجر يستخدم طرق احتيالية لكي يهرب أمواله من تحت يد الدائنين وصورة ذلك حينما يشعر التاجر بأنه أوشك على الإفلاس وأن أمواله سوف تسحب من تحت يده وأن يده سوف تغل عن إدارة أمواله فيعمد مثل هذا التاجر لتهريب أمواله من تحت يد دائنيه لكي لا يستطيع أن ينفز عليها فيبيع هذه الأموال بيعا سوريا لأحد أقربائه لزوجته أو لأولاده القصر أو لوالده أو والدته أو أخوه أو ابن خالي أو ابن عمه بحيث أن هذه الأموال تبقى تحت سصرفه أو تحت يده أو أن يقوم التاجر بمحابات بعض الدائنين عن بعض الآخر فيوفي لهم ديونهم ويهمل الدائنين الآخرين فمثل هذا التاجر يعتبر مفلس بالتدليس ويعرض نفسه لعقوبة جنائية وهي عقوبة الجناية